البلد الطيب والحرث الطيب والنسل الطيب وكل ما هو طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا سيئا في خلقه وخلقه ومنبته وزمان وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أبناءه وبناته ورجاله ونساءه بأعمق أنواع الخبث وهو خبث النفس حري ألا يكون فيه إلا نكدين منكدين على من هم حولهم فأمة لا يصلي عموم أبنائها وبناتها ركعتي التهجد ثم سنة الفجر وفريضتها حري بها ألا تخرج إلا نكده وأمة يترك أبناؤها وبناتها أداء ركعتي التهجد ثم سنة الفجر وفريضتها حري بهذه الأمة ألا ترى بركة في أبنائها وبناتها وقد قالت الصالحة أونهلك وفين الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فيا من تبذلون الوقت والمال والجهد وصفاء الذهن لسمركم طوال الليل دون كسل أو ملل لماذا تجدكم أكسل الناس عن أداء حق الله تعالى في صلاة التهجد ولو ركعتين وجاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيثا نفس كسلان موقع لينور الإلكترونية